اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاعداد كانت مهولة يعني اكبر مبادرة خير فعلا شفناها في تاريخ مصر فكلمنا الاول عن المبادرة وعن الارقام لان من مبارح كل ويب سايت كاتب رقم على مزاجه لان فعلا الاعداد كانت صغيرة وعمالة زيد غير المتوقع يعني احنا قلنا 4 مليون كرتونة بقم 6 مليون كرتونة قلنا عدد متطوعين معين احنا بدلوقتي نتكلم في 60 مليون متطوع واحنا منتكلم نولا 60 ألف طبعا لو اتكلمنا 60 ألف وتطوع لو اتكلمنا تحت كمان الامبريلا كبيرة هم 300 ألف وأكثر بس هنشرح التفاصيل دي أكتر لسيدا مشاهدين من خلال حضرتك خليني اقول لها هيك إن حياة مبارح طبعا كان شيء رائع جدا هو احتفال رمزي بأكبر قافلة يعني خيرية في تاريخ مصر احنا متكلم في تقريبا 6000 صندوق مواد غذائية يكفي أسرة كاملة لمدة شهر كامل هيغطي حوالي أكتر من 25 مليون 6 مليون بقى هنقض نطلق بشي المليون وعلافات الأرقام 6 مليون صندوق مواد غذائية هيغطي احتياجات أكتر من 25 مليون مصري خلال شهر رمضان سبحان الله شعب المصري ده شعب غريب جدا احنا كل ما بيضيق بينا كل ما بيزداد تكافلنا وكل ما بيزداد وقفتنا مع بعض وكل ما بيزداد قدرتنا على العطاء السنة دي كان فيه ناس كتير بتشكك إن الظرف الاقتصادي هيخذ ناس كتير تتراجع في عملية التكافل لأنه الحقيقة كتف في كتف كان اسم عبقري جدا لهذا العمل الأهلي الرائع يعني زي ما قال فخمت الرئيس عبدالفتاح سيسي مبارح احنا فعلا قدرين نحول المحنة لمنحة فعلا الشعب المصري زي ما حديك قلت احنا اللي شفناه مبارح ده معظمه من تبرعات المواطنين والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والكلام ده كله فيه ناس لحد النهار ده لسه بتشكك فيه ناس لحد النهار ده لازم تطلع سلبيات مش موجودة فلو حضراتكم مش شايفين الخير اللي بيحصل لو حضراتكم مش شايفين قدر الاعجاز المواطنين بيعملوه حتى زي ما الدكتور بيقول كده احنا بنسند بعض فلو انتو مش هتسندونا يعني خليني يقولكو كده خليكو على جنب بص حيك ودائما اي شيء ناجح هتلاقي فيه هجوم كبير جدا عليه العمل الأهلي شيء مؤسف اه طب ده طبيع الهجوم لما شفنا جزء صغير من الهجوم المبارح على السوشيون يعني ده طبيعي وما يخوفناش وما يقلناش لانه ده طبيعي جدا انا هتلاقي حقيق بص حقيق زي ما بيقولوا كده لوش في الورد عيب قالوا ده احمر الخدير ما انا عشان كده قلت بطريقة مبسطة جدا خليكو على جنب يعني احنا مكملين مكملين في التقدم وفي السعي وفي الخير انتو هتجرونا لتحت بكلام سلبي احنا مش عايزين نسمع احنا لسه وقفين ومكملين خلينا اقول حقيق المجتمع المدني في مصر من انجح القطاعات في تاريخ مصر طب ان عندنا المجتمع المدني بيعمل عايزين بس نشرح لناس يعني ايه مجتمع مدني بشكل بسيط المجتمع المدني بنتكلم على الجماعات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والنقابات والاحزاب وكافة المؤسسات اللي بتعمل على الارض يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت المجتمع المدني خصوصا في ما يخص الجمعيات والمؤسسات الاهلية ليها نجاحات كبيرة جدا إذن إحنا بنتكلم نهاردة على سبيل المثال وليس الحصر يعني القطاع الصحي المجتمع المدني في القطاع الصحي عندنا مستشفى في مصر هي المستشفى رقم 3 على أحسن 3 مستشفى على مستوى العالم المستشفى اللي قبلها في إسرائيل رقم 1 في إسرائيل رقم 2 في الولايات المتحدة الأمريكية رقم 3 في مصر وهي مستشفى تابعة للمجتمع المدني تابعة للمؤسسة إحنا بنتكلم على المؤسسات في المجتمع المدني المصرية إحنا شايفين نجاحات رائعة احنا مبارح بنتكلم على انتخابات نقابة الصحفيين وحقيقة كنت أشارتي في الفقرة قبل كده لخبر انتخابات نقابة الصحفيين نتكلم على حالة رائعة في المجتمع المدني ككل احنا السنة فاتت مصر اتلقت تعامل مجتمع المدني نهارده بنحصد هذا الدعم الرائع من الدولة للمجتمع المدني نتيجته مبادرة زي كتف في كتف والحقيقة الاهم بمبادرة كتف في كتف اللي هما الناس اغتزلوها بان احنا يا جماعة كاراتين والشكل والكلام ده انا مش فارق معايا الكلام ده كله حقيقة لكن انا اهم شيء ملفد بالنسبة دي كمتابع للمجتمع المدني ومشارك فيه لان الحقيقة انا عضو في احد الجماعات المجتمع المدني يعني اللي بتقدم برضو خدمات صحية لشمال الصعيد بقول لحقيقة انه التحالف الوطني التنموي ده هو فكرة عبقرية خلينا انا عايزة اقوله هيك احنا فاهمين ايه وحيك تصحح لنا لاني ناس كثيرة من مبارح كانت بتتفرج على الحدث ومبسوطة قوي بس ما عندهاش فكرة هو ايه اللي بيحصل والتحالف ده زي ما بنقول امبريلا كبيرة كده لم كل المؤسسات الخيرية وقعدوا يتكلموا على طرابيسة واحدة كده افكارهم ايه وجهدهم ايه والكلام ده كله طبعا تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وطلعوننا بالحدث الكبير العظيم ده اشرح لنا بقى ده حصل ازاي الحقيقة احنا كانت زي ما بقول حقيقة احنا طبيعتنا كمصريين احنا ساعات بتلاقي فيه مؤسسات تشتغل بس كل المؤسسة واحدة لكن وجود مظلة واحدة وتوحيد الجهود ده امر احنا كنا بنفتقده طول الوقت فوجود قاعدة بيانات موحدة انت بتكلمي على النهار ده 25 مليون مواطن يا قاعدة البيانات دي جايز ازاي يعني الناس الاكثر احتياجين دول تم تحديدهم ازاي من خلال تكامل هذه المؤسسات كان مستحيل يعني على فكرة الارقام ظلمة المؤسسات او التحالف لان الارقام بتقول مثلا ان التحالف ده هو 33 مؤسسة فيه مؤسسة واحدة بس من المؤسسات اللي هي بتحوي الجمعيات في كل المحافظات كل المحافظة فيها الاف الجمعيات والمؤسسات فاحنا بيتكلم على تقريبا التحالف ده فيه اكتر من 90% من كافة مؤسسات العمل المدني والمؤسسات الاهلية في مصر الرقم المعلن عنه 33 مؤسسة ولكن خلينا نقول ان كان مشارك مبارح اكبر من كده بكتير طبعا لانه الاتحاد العام للجمعيات هو الاتحاد العام للجمعيات ده عنده 27 فرع في المحافظات مصر كلها كل فرع منهم بنتكلم على الاف الجمعيات فحنا لو احنا حطينا الرقم الحقيقي احنا بنتكلم في الاف الجمعيات والمؤسسات الاهلية اللي في مصر تقريبا اكتر من 90% وطبعا المبادرة الرائعة ومؤسسة حياة كريمة يعني هي كانت فيه تكامل كبير جدا مع التحالف وشوفنا التطوع كله تم من خلال مؤسسة حياة كريمة لانها عندها القدرة على التواصل مع المتطوعين عندها النظام التكنولوجي للتسجيل نظام التواصل والتدريب لانه زي بقول حقيقة احنا اللي بنعمله بنا البنا ده بنقدر من خلاله بقى نطلع وننطلق بشكل دقيق لانه احنا زي بقول حقيقة كل واحد عنده قاعدة البنات بتاعته عنده المعلومات الخاصة به سواء من الاكثر احتياجا سواء من الحالة الصحية المختلفة في مصر اللي احنا بنكلم عن القطاع الصحي الحالة التعليمية المختلفة في الاماكن المختلفة في مصر اللي بنكلم عن القطاع التعليمي لان المجتمع المدين على فكرة بيشتغل في الصحة بيشتغل في التعليم في كافة الجهات طبعا بزبط كده بيشتغل في التطوير بيشتغل في دعم الصناعات الصغيرة بيشتغل في كل القطاعات اللي دولة شغل فيها بشكل رائع جدا ونتائجه نتائج مبهرة جدا يعني بدرجة أن هي الأكثر تميزا يعني احنا حتى في القطاع الصحي تحديدا لأنه أنا مركز عليه بحكم اهتمامي بهذا القطاع وهو طبعا من أهم القطاعات الدولة حتى بتهتم بيها يعني احنا بنتكلم على ترتيب جودة تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات المصرية رقم واحد للقطاع المجتمع المدد رقم اثنين التعليم العالي رقم ثلاثة وزارة الصحة فاحنا بنتكلم على قطاع ليه باع كبير جدا في كل المجالات احنا النهاردة انا بالنسبة لي مبارح مبادرة كتف كتف هي شيء رمزي لنتيجة التكامل الرائع لتحالف الوطني العمل الاهلي شيء الحقيقة بالنسبة لي انا كان حلم في يوم الايام عندنا تكامل وقاعد بيانات متكاملة ما بين كل المؤسسات دي ده انا لازم عقب هنا ده للناس مش شايفة ومش فاهمة يعني اللي احنا سمعناه قل قليلة يلقوا 6 مليون كرتونة هيكفهم مين ولا مين طيب مين هياخد معرفش ايه الكلام ده كله واحنا بنقول ده للأقصر احتياجا وخلينا نقول ان كل الشعوب وكل البلدان فيها القصة دي فيها الطبقات فيها الناس اللي ما عندهمش مقدرة على المعيشة بشكل جاي ده موجود في كل البلاد احنا بنتطور احنا بناخد خطوات احنا كان عندنا عدد من المتطوعين انا براحش احنا شفنا اطفال وشباب الناس دي تتطوع ازاي لو حد بيسمرنا ده الوقت وعايز يروح يتطوع يعمل ايه خلينا اقول لها حقيقة انه الموضوع للتطوع احنا عندنا في مصر ثقافة التطوع من قديم الازل وزادت في الفترة الاخيرة واعتقد الدعاية اللي حصلت من خلال مبادرة كتف كتف ثم المؤتمرات المختلفة للتحالف زودت ثقافة التطوع والعمل الخدمي والمجتمعي واحنا شايفينا على كل المستويات من اول المدارس زي ما حقيق اشارتي ثم الجامعات بحكم ان انا يعني عضوها التدريس في جامعة الفيون فبشوف ده بشكل كبير جدا اصبحت ثقافة لدى الشباب المصري هو ثقافة العمل التطوع احنا بنكلم على كل القرى تقريبا في مصر الوقت والنجوع والمراكز فيها مؤسسات المجتمع مدني وجمعيات اهلية يمكن التطوع من خلالها الحقيقة مبادرة حياة كريمة عندها موقع بيتم التطوع من خلاله وفيه مبادرات زي كتف في كتف كانوا فتحين التطوع لفترة ويمكن فيه اكتر من ستين الف زي مخيق اشارتي شاب مصري متطوعين في مبادرة كتف في كتف طيب احنا بنكلم على موضوع المواد الغذائية احنا بنكلم على ازمة عالمية ضرب العالم كله احنا من اكثر الدور تأثيرا بها لان احنا دولة نمية احنا دولة لسه بنبني بلدنا فهم متأثرين بياه بشكل كبير جدا فكان يجب انه يكون فيه حلول لمساعدة الاكثر احنا بنكلم هنا على مش بس ستة مليون كارتون احنا بنكلم على الكارتونة الواحدة بتكفي اسرة لمدة شهر رمضان كاملا صحيح وده امر فيه شيء من الجمال وهتلاقي على فكرة اللي بيهجموا ده هم اللي بيدعوا يقولك يا جماعة لو سمحتوا ما شهر رمضان ما تخليش الظرف الاقتصادي يأثر عليكو على تبرعاتكو في شهر رمضان وعلى وصول الحاجات المستحقين طيب ما احنا بنكلم ما هو ان احنا ما هو ان احنا ما هو ان احنا عشان كده بقوله حيك البلبلة دي شيء مؤسف لما انا كنا عاملة حاجة وفرحانة بيها جدا وبعدين الخير عدوى انت لما تتفرج على حاجات دي حتى المواطن وهو قاعد بيتفرج على حد ازاي ده يبقى عايز هو كمان يقوم يعمل كارتونة يبقى عايز هو كمان يقوم يوزع على الناس زي ما شاف انا عايز اقول حيك في المحيط بتاعي في المحيط بتاع الناس انا عرف ناس كان بتعمل في شهر رمضان بتجهز كارتين الخير وشنط الخير وتساعد بيها الاصر الاكثر احتياجا انا بقوله حيك انا السنة دي كل اللي انا عرفهم مزودين وبالعكس في شباب تانين اتفاجأت ان هم بيشتروا كميات من مدرز عشان يجهزوا من ايجابيات الحملة اللي شوفناها ازاي نور نقول في سلبيات يا جماعة عايزين نطلع مش نرجع يعني ازاي يعني علم النفس يقول ان الحلب تنتشر من نفس نوعها صحيح الحلب تنتشر من نفس نوعها بمعنى ايه بمعنى لما نشوف احنا ماشاء الله بالظبط كده الخير زي ما حيك قلت عدوى ولما نشوف يعني هذا الكم من الخير اللي بيعم على تقريبا 6 مليون اسرة يعني 25 مليون مواطن في مصر خلال شهر كريم زي شهر رمضان فالحقيقة هي اجواء خد ايبا الحقيقة الاجواء المصرية في شهر رمضان في كل الجوان سواء في الخير في التكافل في التواصل في التراحم في الزيارات هتلاقي دايما رمضان في مصر مختلف عن كل الدنيا في كل حاجة صحيح فاحنا بنيكلم على شيء مختلف لكن الفئة اللي حقيقة بتكلم عليها دي عمرها مهما عملت الدولة مهما عملت القطاع المدني مهما عملت الناس هم شايفين طول الوقت في حاجات احنا محتاجين نهاجمكم وخد يبا الحقيقة طول الوقت وهتفضل موجود معلش ربنا خلقنا طبقات وده بدون شك هيفضل موجود طول الوقت لايمكن كلنا نبقى في نفس لكن في الأمر ده في الأمر ده أنا بأكد على حاجتين الحاجة الأولانية ان احنا بنتكلم على لأول مرة في تاريخ مصر يتم هذا التكاتف من المجتمع المدني ويكون في مظلة وحدة فيها قاعدة بيانات واحدة متكاملة لوصول الدعم المستحقي بجد صحيح ده شيء رائع وأول مرة بالعدد ده نأمل ان السامة الجاية يكون عدد أكبر ونوصل لناس أكتر وهكذا وكمان انه ثقافة التطوع العالم كله ثقافة التطوع هي ثقافة تزيد الانتماء لأن انت بتقدم من غير مقابل هذه الثقافة يجب ان احنا نعلم ونربي ولادنا عليها لأنها جزء من إنسانيتنا جزء من تنميتنا جزء من التنمية المستدامة اللي احنا بننادي بها طول الوقت فثقافة التطوع الحقيقة من خلال المبادرات المتتالية زي كتف في كتف وغيرها من المبادرات اللي احنا شايفين أثرها على الأرض احنا كنا زمان على فكرة بنسمع عن حاجات لكن ما بيشوفش أثرها على الأرض ما هي في حقيقة الأمر المجتمعات بتتبني كده طبعا ده اللي احنا نعرف لو ده مش موجود عندنا احنا زي ما كنا بنقول احنا شفنا بداية من المدارس فده طبعا بيأثر وفي شكل كبير جد خلينا نقول حقيقة الناس حتى حتى بعض الانتقادات يعني فيه طبعا ناس مغردين لكن فيه بعض الانتقادات التي يجب أن تأخذ في الاعتبار زي مثلا انه الاستدامة فاحنا النهاردة لو الناس بتنتقد ويقول لك احنا والله انتو هتوزعوا 30 طبو بعدين الناس بعد ما تاكل في شهر رمضان هتاكل بعد كده ازاي خلينا نقول لها حقيقة المبادرات زي حياة كريمة وزي حتى التحالف الوطني بدأوا يعملوا صناعات صغيرة في القرى المصرية فبدأ يوجد للأسر الاكثر احتياجا مصدر داخل وكمان يقدر والجميل انه بعد المؤسسات الكبرى في هذا التحالف بدأت تصدر المنتجات بتاعة القرى وحاجات مثلا زي السجاد حاجات زي الخزف حاجات زي كل محافظة بيبقى لها طبيعة معينة وفي بعض القرى المتميزة بزلط كمان في صناعات كتير جدا بل بالعكس كمان ده فيه اتجاه انه يتم عمل مصانع من خلال هذا التحالف حتى المستشفى اللي احنا بتكلم عليها دي يعني انا بتكلم حقيقة المستشفى اللي انا بنتمي لها في محافظة الفيوم وهي تبع للمجتمع مدني يعني احنا بنتكلم في تقريبا عدد العاملين فيها من اطباء وعملين ويمكن اكتر من ربعمائة شخص تتخيلين فيه ربعمائة اسرة بيقبضوا عندهم دخل من هذا المكان احنا تقريبا المؤسسة دي تعالجت بتعالج في السنة اكتر من 150 الف حالة بشكل مجاني وبشكل يعني بسعر التكلفة للقادر ومجاني تماما للغير قادر فاحنا بتكلم على الحقيقة اشياء ملموسة من كل جوانب سواء ايجاد فرص عمل سواء وده ده فكرة الاستدامة اللي البعض بينقض مبادرة الكاتف في كتف ان احنا والله هتوزعه لأكله بعدين ما هلناس هتخلص لأكله بعدين لا ده فيه كمان في التحالف ده فيه حاجات كتير دي مبادرة من الاف المبادرات وجزء من يعني زيان بقوله كل يعني ان احنا عندنا اشياء كتير جدا في الاستدامة وده اللي عجبني ان التحالف مبني على فكرة الاستدامة لانه عمل الخير كنا زمان عندنا يعني كان الفكر السائد انه ده جعان فنديله وده عيان فنعالجه لأ احنا مش بس جعان بنتديله لأ ده جعان اه بنتديله الحقيقة المزارة ماشية في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات وبنجد طريقة ان احنا اللي جعان ده او اللي هو ما عندهش مصدر دخل او اللي اكثر احتياجا ان احنا كمان نشوف ايه اللي عنده ممكن يقدمه ونساعده فيه عشان يبقى عنده استدامة في الدخل يبقى فيه شيء يساعده بالاضافة طبعا للمبادرات الاخرى اللي عملها الدولة زي معشات مثلا تكافل وكرامة وغيرها من سبل الدعم المستدام للأسر الاكثر احتياجا وكان في كمان الحد الادنى للأجور اه طبعا انا مش بكلم حيك انا مش بكلم حيك على الموظفين الحقيقة انا بكلم على الاكثر احتياجا اللي هم ما عندهمش مصادر الدخل او مش موظفين في الحكوم ففيه شكل يعني شكل رائع جدا من التكافل احنا طبعا الظرف الاقتصاد صعب جدا الناس يعني باستحميله كتير زي ما الرئيس حتى مبارح قال والناس ولا زالت تتحمل لكن المجتمع المدني دوره في الفترات الصعبة دي انه هو يكون واقف يدا بيد مع الدولة ومع الحكومة عشان يقدر نساعد الاسر الاكثر احتياجا ده اللي انا كنت بقوله من دقتين بطريقة مبسطة جدا احنا محتاجين نكمل مش محتاجين اي كلام سلبي يخلينا نقف مكاننا او نرجع خطوة الورا احنا محتاجين كلنا ندعم بعض كده ونساعد بعض عشان نطلع خطبات لقدانه بلا شك وخدوا بالحضراتك انه الكلام سلبي مش هينتهي طبعا زي ما احنا قلنا في البداية ولكن في بعض الانتقادات اللي مردود عليها ونقدر نرد عليها ونقشها والانتقادات اللي هي الايجابية مطلوبة جدا لكن الشيء السلبي ده مش يخلص لان نخلو بالحقيقة احنا خلينا نعترف ان الدولة المصرية طبعا طول الوقت مستهدفة ما حدش يقدر ينكر ده الدولة المصرية اي نجاح لها بيزعج بعض الفئات الهربانة براها وبعض الفئات اللي مش حابة للدولة المصرية يكون في استقرار لكن ده ما يخلق مش هيوقفني أبدا وده يعني بفضل الله احنا شايفين كل الحاجات دي بتحصل في وقت كان ناس متخوفة زي ما رئيس أشهر مبارح ناس كانت بتبث حالة من الخوف ومن الرعب ومن الرئاس وليسه ولسه بيحاول يعمل انا شخصيا كنت متخوف السنة دي انه عملية التكافل ما تتمش بالشكل اللي احنا متعودين عليه خصوصا في شهر رمضان لكن بفضل الله اللي انا شفته مبارح واللي شفته قبلها على فكرة حتى في محيطي اداي انا يقول لنا ان شعب بصلا ده شعب مالوش زي الحقيقة في الخير وفي الجمال وكل ما بتديق بينا كل ما بتزداد قدرتنا على الاعطاء وان احنا نقدر نساعد بعض ونتكافل مع بعض ونعرف مع بعض وانا بحقي انا بحقي صاحب فكرة كتف في كتف لانه مسمع عبقاري الحقيقة لانه طول ما احنا كتف في كتف ولا حد هيقدر يهزي واحنا فعلا كتف في كتف صحيح اللي كان موجود في الاستاذ المبارح يا دكتور كان الموضوع زي ما بقول حقيقة قدقي الناس كانت حقيقية ماشعارة الناس بتغني اغانية وطنية الناس كلها عايزة تساعد عدد كبير من المتطوعين فعشان كده بنقول دي حاجة تفرح شيء مؤسف جدا انك تسمع كلمة واحدة سلبية بعد اللي حصل المبارح صحيح مشكرك شكرا جزيلا ومنورنا دكتور مصطفى سابت رئيس تحرير بوابق جريدة الفجر نورتنا وصباحك صباح الورد صباح الفل سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مع تاني فكراتنا النهاردة ما تروحوش في حالة